وعندنا استفتاء النهاردة احنا مع المدير الفني الوطني سواء للاندية ولا للمنتخبات عشان كده عملنا استفتاء النهاردة في اول حلقة بعد الرجوع من الاجازة عشان نسخم مع بعض ونسحى مع بعض من ترشح لقيادة النادي الاهلي في الادارة الفنية كابتن محمد يوسف ولا كابتن عماد النحاس ولا كابتن علي ماهر ما لهم دول التلاتة ما لهم التلاتة ما ندي فرصة للناس دي احنا دينا فرصة الكارتيرون ما عملش حاجة لا صارتي ما كانش فيه عليه اجماع ما ادي فرصة للشباب دول ما له كابتن عماد النحاس كسب الاهل وعمل المطشات جمدة جدا لازم يكون عنده ستين سنة ما له كابتن علي ماهر شخصية إدارة فنية كل حاجة متوفرة في التلاتة اللي انا بقول كابتن محمد يوسف اشتغل قبل كده وحصل على بطولة كاس أفريكا وراح كاس العالم لانديها في المغرب يعني قريدي الراجل جاب بطولات واشتغل عنهض ما بنكبرش الناس ليه ده انت على الاقل محدش هيحسبك الحساب لما تجير مدير فني أجنبي ويفشل لو جبت واحد من التلاتة دولار ممكن ربنا يكرمك عشانه ويبقى مكسب مش للنادي الأهلي للكرة المصرية ما له كابتن عماد النحاس ما له كابتن علي ماهر ما له كابتن محمد يوسف إيه اللي هيحصل لو اديته القادة الفنيل مدة سنة طبعا أنا اديتها الكارترون فشل اديتها اللاسارتي خدت دوري بالعافية وما كانش فيه رضا من الجماهير ومشيت الدنيا والناس ما كنتش راضية من أول من بعد سان داونز والخمسة سفر ما حدش كان راضي بالموضوع كان مسألة وقت كلنا كنا عارفين وأنا قلت هنا أكتر من برد لسارتي ماشي ماشي وقلت قبل كده كارترون ماشي ماشي طب إيه اللي هيحصل أن أنا أخلي كابتن علي مهر مدير فني هتحسب لي والله مش عليك أبدا لكن دلوقتي فيه 30 سيرة ذاتية عند النادي الأهلي تخيلوا دا ألافات الدولارات الراجل اللي سارتي هو ماشي وخمتين واربعين ألف دولار الفلوس دي إيه الفلوس دي إيه ما دا ابن النادي وهياخد الفلوس اللي هتقوله عليها والمصري والدنيا ماشية وحتى لو حصل لقدر الله حاجة تكبرته حطيته في مصاف المديرين الفنيين يعني الكبار ومحدش هيحسبك الحساب الكبير أو لما تجيب مدير فني أجنابه ويحصل حاجة لأنه بتدفع له ملايين